السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله الفيديو دوت لا ترفع على اليوتيوب لان ده مساء مشروع حقيقي وبحث عيني وكده فمفروض انه ما يبقاش له اي صور او اي فيديوهات الا بعد ما يتوافع له كل حاجة تمام طيب دلوقتي اول مجال الملف هو كان على 2018 في 2017 كان فيه اختلاف بسيط هنورد الوقتي في الاناليسيز كان فيه في الاناليسيز بيجيب لي نتيجة الاثنين وينقرب بينهم الزرار دوت باش تلاقي موجود في ريفية 2018 هتلاقي بداله يعني هما كل شواء بيعدلوا شوية انتسايت انتسايت بيقسم الهتنج كولنج ولايتنج وصراح باش هتلاقي الزرار اللي هو بتاع كومبير وهو صراح كان سهل جدا جميلة جدا وتدسك لغتها زي شغع الفزاري يعني ريتك نخلي فيه ثريق يطور فيه يكمله او يخليه يكمل شغل ليوكوتكت خلص خلينا نخش نبدأ في المشروع طيب اول حاجة انا محتاجها عشان ابدأ شغل هاجي هنا احدد اللوكوشن بتاعي لان النتيجة هتختلش تماما لو انا في مصر او في السعودية او في اوروبا فباجي هنا باكتب كايرو ايجبت وعند اختارين باكتب كايرو ايجبت هنيجي نقول له عايزين نشوف الاعدادات بتاعة الطاقة طيب الاعدادات بتاعة الطاقة ممكن نجيبها من هنا وممكن نجيبها من قائمة manage بلاقي project information فبنكتب اسم مشروع طبعا دي كلها كلام مانوش اي لازم خلص اللي لازم بالنسبة لي energy setting بدخل هنا بيقول لي انت عايز تعمل energy اللي بالضبط المبنى الحوايط واللي بواب والشابيك والحاجات قديت ولا عايز تعمل الماس ممكن يكون انت لسيب تبتدي وعم بشراس محلقة الماس وعايز تعمل تحليل وتعمل كذا ماسك مقرب بينهم او تقول له استخدم الاثنين زي ما انت عايز الground plan ممكن واحد واثنين دول بزمان ثلاثة هو ground فبيقول لي عايز تحسب من اني بحث لهم خلص احسب من دازم البروجيكت فيس ممكن يكون عندك قاسة فيس ويكون كله شغل على فيس تانية ولاي ان شغل تضع فلازم احدد اني فيس اللي انا اشتغل عليها اللي عندك space و surface و zone depth تبدأ تختارهم وبعد كده هقول له edit بيقول لي الجلازينج كم في المية الاسكوالات كم في المية الbuilding type اختلف طبعا لو انت مثلا حددته باركنج جراج او حددته بوسط اوفيس لانه هو هنا متبط بالعديد بتاعت الاشري الageback system هتشغل بقاني النظام الbuilding operation schedule اول بتشغل كم يوم في الاسبوع و كم ساعة في اليوم يعني هنا 24 ساعة في سبعة ايام انها في عندي يوم off وين off بتشغل نص اليوم export category هتصدر بالroom ولا بالlespace بيدخل المعلومات اكثر الroom بيدخل بس طول وعرضه الارتفاع انما الlespace بيدخلي information اكثر خاصة بالفثيف و خاصة بالقهرباء concept type انت مثلا الحواتف الخارجية الحواتف الداخلية الroof, floor, slab, grassing sky, light, shade opening اقول له الاسكماتيك type building بتدعم المجموعة جديدة وتقول له ان الroof مثلا بتبقى مثلا u 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 و u u u u u u u u u لما أقوم بعمل سيليكت الاسباس و أدخل هنا في الخصائص بلاي أنه يدي لي خصائص كثيرة جدا للغرفة ديت زي اللايتنج بتاعيتها بتفصيل البيمانشن المكانيكا الفلوه الاناليسيس تمام تبدأ بتشوف ايه العادة بدعيتها مثلا الاسباس تايم البيلدنج يتبقى تعمل واحدة جديدة وتختار من اللي موجودين هنا دول حسب نوع النشاط اللي موجود هو اوتوماتيج بغير لكل القيام اللي مرتبط بيها الأشخاص اللي موجودين هتحسبها بأني حاجة ممكن تقول له وتقول له مثلا عدد الأشخاص اللي موجودين في المكان أو تقول له عدد الأشخاص اللي موجودين في الإيريا الشخص مثلا لكل 2 متر مثلا و هكذا طيب قلينا نمس حديث مهم جدا أننا نعمل موضوع الاسباس طيب ممكن برضو نعمل زون الزون عبارة عن ايه؟ إن أنا بجمع اسباس مع بعض هتقول له أنا أعايز عمل زون طيب هو حتى بشيء لو تقول له VV أعزي نشوف الزون هتلاقيها اتش باك زون تمام يا بتعلم عليها صح ايه ديت طيب ممكن نقول له edit zone و تقول له add space و تبدأ تضيف الاسباس اللي انت عايزها بحس في الإعدادات انت بشوف طبعا الزونات اللي مرتبطة ببعض مثلا الزونا دي و الزونا دي كلهم بياخدوا من نفس المكنة أو بنفس الإعدادات أو كده باب أنا عندي الحتة دي هو بشيء ما اعتبرها space طيب كده انت عملت الإعدادات اللي هو بصدرتها لأي برنامج يبدأ يجيب لك القيم اللي انت محتاجها يعني بكده خلاص انت عرفته على الزونات وعرفته على الزونات وعرفته على الزونات وعرفته على الإعدادات وهو الحاجات دي كلها لو صدرت الجي بيك سي ميل اللي هو ده والطب هو بشزار خلنا نشاهد السريق دي اتفعلت معي ايه مفروض سيتفعل في كل حاجة يعني غلطة من عندهم لان التصدير بيحصل للمهما كله لو صدرت الجي بيك سي ميل اي برنامج برامج التحليل بيبدأ يشوفه بدين اختيارين اللي هما نصدر Energy Setting شوف الاعدادات دي ايه او انا عايزة تصدر القيم بتاعت الروم واللسبيس شوف دي ايه بيصدر لك ملاف اي برنامج زي ديزان بلدر يبقى المعنمات دي والشغل بعدي طيب ممكن اقول له Heating عند كل انجلوت هو بقى بيبدأ يعمل الحسائل بتاعته للمشرك وكل وديتيل هنا بيبدأ يعمل للزونات واللسبيس الموجودة واللسبيس الموجودة واللسبيس الموجودة واللسبيس الموجودة واللسبيس الموجودة واللسبيس الموجودة طيب هتقول له كاركوليت خلي بالك هنا بيقول نوع الوفيس المهم فيه الليفل وهنا الريبورت طيب Sample ولا Standard ولا Details Sample يعني اعمل لك تقرير بسيط جدا بس هو حتى تقرير بسيط في المعلومات اللي احنا محتاجينها طيب بعد كده ممكن تستخدم فيه موقعين على النيت بياخدوا منك المعلومات بيبقى لهم زي Addence على الريبورت موجودين هنا في Analysis اللي هو الانسايت بيبدأ يرفع الكيم ويبدأ يقارن بينهم والصراحة لدابة عالي جدا او Green Building من برضو القيام كويس جدا يبدأ ياخدوا ويبدأ يقارن لي لو انا غيرت الماتيريا اللي في واحد فيهم للاخر النتيجة تبقى عاملة زي تمام؟ ده من الحاجات اللي هي الانسايت وال Green Building وانا بعت حضراتكم الرابط بتاعه ان شاء الله